السلام عليكم اليوم هاي المحاضرة اللي تخص الريسپايراتري اللي احنا خذنا خذنا بعد الديزيز بدينا بسيستم جديد هو الديزيز الريسپايراتري سيستم غناكم اول محاضرة اللي هي بيها نوع من الديتيل نوع معلومات تفهمك شنو الثاني سمتم مال الريسپايراتري ديزيز واخذنا الكمان ريسپايراتري ديزيز من الكمان كولد الفلونزا النيمونيا الفورنجايكس يعني رحنا شوية الديتيل الديتيل بالريسپايراتري وكل انواع تقريبا كل الديزيز اخذناها شوية الديتيل بالتفصيل وشوفناكم محاضرة عملية وياها شنون الشخص شنون تعرف المريضة العدي الريسپايراتري شون تقرأ الاكسري معلومات طبية تفيدك اليوم هايا تقريبا هي بيها نفس المعلومات هاي المحاضرة اللي اخذتها بس اليوم رح نركز على دنتال اسبكت دنتال اسبكت رح نركز على دنتال اسبكت الريسپايراتري يعني شنون يعني واحد جاك عده كمان كول عده انفلونزا زين دا جاك دنتال يونت وتريد تسوي له تريتمت واحد عده نيمونيا فمني رح نركز بها هاي المحاضرة على دنتال منجمنت أوف ذا ريسپايراتري ديزيزز طبعا ناخذنا فكرة عامة قبل ما نبدي قبل ما نبدي فكرة عامة وسريعة انت يمكن اكثر تعرفها بس نجدد معلوماتك يعني اول ما ناخذ كل سيستم ناخذ الفونكشنز مالت اهم فونكشنز بالرسپايراتري هو اللي هي فلتر وورم باير يفلتر الاير ينبف يرطب الى انفلونز على الساوند ايضا تم انشو الساوند ما تتكلم يتأثر يسهل عملية السميل عملية السميل بروسس ورجوليشن بي اتش دي والوظيفة الرئيسية هي ايصال الهواء اير ديستروبيوتيد عن طريقة الناسل كيفيتي وعن طريق التريكيا والبرونكاي الى ان يوصل للالفيولاي اللي سوينا غاز الالفيولاي باقي البارت هو فقط لتوصيل الهواء والبال يقسمون الى ال رسبارتري سيستم والأبر رسبارتري وسموه كوندكتف سيستم الموصل اللي يبدي من او الاعضاء اللي خارج الفراس كيفتي يبدي من النونز والاجزاء الفرنكس خفتوها بالالاتومي نيز الفرنكس اور الفرنكس واللارنكس اللاور رسبارتري بارت هي الورغانز او الفرنكس داخل القفص الصدري تجويف اللي هو تبدي بالبرونكاي او برونكالتري واللانك وفني تقسيم هذا الابر رسبارتري تراكت ولا اتشايف مرات تقرأ بالأدوية تقرأ تعليمات مالدوع معين يقولك هذا الدوع افكتد في ابر رسبارتري ديزيز هذا الدوع افكتد فاللور رسبارتري ديزيز فانت لازم تتفكر عامة يهو الابر رسبارتري بارت هذا الابر رسبارتري نيزر كافيتي والفارنكس واللارنكس واللور رسبارتري تراك يبدئ من التراكية والبرونكاي والبرونكالتري الميجر بروسس البيولاي محاطة بواسطة 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 كابلري مثل ما أخذنا بالمحافرة السابقة الكامن سمتم تعرفوها تعرفها عده دزيز بالرسبارتري عده كاف ويز خرخش ساينوس ازرقاق فنجر كاب هاي نحفوها بالنسبة انا او بالنسبة لل دنتل أسبكت شوف بالدنتل أسبكت رح ركز على ذنية المعلومتين مو أي رسبارتري ديزيز اوردر فواحد عده رسبارتري ديزيز من البسيطة يعني من الكمان كول الى النيمونيا للتيبي التخدير العام بالأمراض التنفسية ممنوع لأن يؤدي الى هايبوكسية هايبوكسية يعني قلة الأكسجين بعد كل الانالجسي والناركوتك للألم لإهدئة الألم كلها يبقى واحد عده أمراض التنفسية كلها ممنوعة افويد جانرال اناستيزية افويد الجيسيكو بكتير لأنه يدي الى ريسباراتري ديبراشن يقلل عملية التنفس أو العملية خلنا خب مثل ما قسمناها أبر ريسباراتري ولا هو ريسباراتري ديزيزيزي الأبر ريسباراتري ممكن يكون أكيود لا يكون فلونزا أو كرونيك مثل السايروسايتس تتعب جيوب الأنفية قسمناها لأبر ريسباراتري تراك انفكشنز أخذنا الفوكال كحد أبوبا بوكال كورد نسميها الفوكال كورد تعرفوه موجود باللاريكس زين الفوكال كورد الأوتار الصوتية وياما بالأناتومي زين نسأل الطلاب سواء كان طبية وطب أسنان شكال عدد الفوكال كورد الأجوبة صاعقة ومؤلمة جدا ما يعرف عدد الفوكال كورد أستقول نحن ما نعرف دكتور لازم تعرف شكال عدد الفوكال كورد مالتك أوكي فأبوبا بوكال كورد هو الأبر ريسبارتري تراك انفكشن وبيلوبا بوكال كورد هي اللوى الريسبارتري انفكشنز من ضمن الأعراض أو من الأمراض التي نصنفها ضمن الأبر ريس بارتري تراك انفكشن هي الكمان كولد نازلات البرد السينوسايتس التهاب الجيوب الأنفية الفارنجايتس التهاب الملعوم والتهاب اللوزتين وهي الرير ديزيز اللي هي التهاب الحنجرة والقصبة الهوائية ليطلعنا صوت معين خاصة بالأطفال أثناء التنفس يشبه صوت فالصوت معين سترايدر الريق والأكيوت إبيجلوتايتس التهاب زي المسمار اللي يعتبروه حالة طارئة جدا نجي ناخذ الكمان كولد الانفلونزا الاعتيادية اللي هي ضمن الأبر سباراتري ديزيزيز موس كمن هو ما قائل بكتيريا كلها بايروس تقريبا راينو كورونا بايروس بارا انفلونزا إذن أو انفلونزا ما قائل بكتيريا الأعراب ما لها فيما نعرف كلية نمارين بيها التعطيس الزنيزين الزنيزل سداد الميوكو تخرج سوائل أو رشح يترشح أو نيزوفرنجيال شوف التأول ما تبدأ عندك نشلة سيعدك حرقة بالبلعوم و السيستيميك يقصد مثلا الفيبر نحول الماليز وفقدان الشهية وهكذا إذا ما عالجناها هي المفروض سيبتماتيك تروح يعني سوائل دافية أنتي بايراتيك وبالباندول وتروح بس إذا ما عالجناها ممكن تتحول إلى بكتيريال سوبر انفكشنز ممكن يسوين التهاب الجيوب الأنفية أو التهاب الأبنين الوسط أو تايتس ميديا لبالك يطون دايما الأطباء يطون ويطون أنتي بايتك تقول ليش دكتور تطون أنتي بايتك وهي سبب هالفايروس يقول لك أخاف الصير بكتيريال انفكشنز هوابل تيتماتيك معلل سيبتماتيك علاج وقائي فقط أوكي نجي على دنت الأسبق واحد يجاك منشون وعدها دنت البروبلم شي تسوي لها تأجل كلها إلى أن يطيب إلى أن يطيب المريض من الإفلونزا من الكمان كول يلا تبدو يا يلا تبدو يا دنت ال منجمينت ونجي على نفس البرينسبل أفويد جنرال أنستيزيا إلا في الحال لأنه جنرال أنستيزيا تسوي نسب رائد هو عدها كمان كول وانتدت تسوي لها جنرال أنستيزيا ممكن تسوي لها سبريد لكن في الحالات الأمرجنسي سيرجري يجاك هو كمان كول ويحتاج جراحة عاجلة زين وياها جنرال أنستيزيا هذا نستعمل كفت كفت اندوتريكيل تيوب مغلف نوع معين من اندوتريكيل تيوب ويا انتبايتك بروفلكسس حتى نمنع الانفكشن ومرأة يستعملون الزايلو تولز شوين قام ريديوز فيريسكوب نحن خاف من الكومبليكيشن ما للكمان كول فنطي نوع من الشوين اللي تخلي قناة أستاك مفتوحة زين حتى نمنع لنا الأوتايتس في التهاب الأذن الوصلا نوع من الشوين الساينوسايتس التهاب الجيوب سبشالي مكزيلاري ساينوسايتس ها بوحدة من الكومبليكيشن يعني التهاب الجيوب ييجي أفتر في فيرال بعد الأبر سبارة يعني بعد الانفلونزا وممكن ييجي أفتر أو سكندري في بريأبيكال انفكشن عدك انفكشن بالأبر تيف اللي هنا علاقة خاصة بالفلور أو ريليتد تيف ويا ريت يعني يا ريت انتو كطباء أسنان تحلوا لي سؤال هذا تحلوا لي السؤال واعتبر نوع من الكوز نوع من الكوز أنه what are the time وسميلي name the tooth أو تيف which is related to the floor of the maxillary air sinus سميلي التيف لازم تعرف التيف اللي إلها علاقة intimate relation علاقة وفيقة بالفلور of the maxillary air sinus تعرف التى maxillary air sinus بالmaxillary bone إلى floor إلى anterior wall إلى medial wall أنا أنا أريد بالفلور شنو التيف اللي هي علاقة بالفلور of the maxillary air sinus تحتبروه كوز وتقول لي فلان تيف الاسم مالتا إلى علاقة زين وأكثر أكثر تيف إلى علاقة بالفلور of the maxillary air sinus صح تبروه كويس شنو أعراض الجيوب الأنفية دائما أبو الجيوب الأنفية يقول لك كان عدي ألم بالشيك أو عدي ألم بالأبرتيف وخاصة من أدى النقراسي worse by the lowering of the heat وأكو عدنا discharge زين سوائل أو مخاط يطلع nasal discharge ومن أقيس maxillary air sinus أشوف تندر أشوف تندر دائما يخفونا شعع إباس suspicions اللي هي oxybitomental اللي طلعي عنا المجزيلر air sinus نشوف ريجو أوباسيتي مثل ما تعرفون من ناخذ أشعة للمجزيلر air sinus النورمل يطلع كل أسود المجزيلر air sinus يعني بي air بي هو لكن إذا ملتهب أو بي سواء المتجمعة يطلع عنا فهذا أوباسيتي فهذا طقعة بيضة يبيننا أنه there is infections or there is chronic inflammation of the sinus treatment مثل ما قلنا هو infection هو جاء عن طريق secondary to the upper spirector يحتاج انتبايتك وأنالجسك خاصة الريفروميسين و doxycycline two weak ويحتاج decongestant decongestant هذا حتى يقلل الاحتقانات اللي موجودة for example the zylomethozines هذا يقلل الاحتقانات مثل السبري البخاق الاحتقانات بالميوكس بالغشاء المخاطئ للنيزل cavity إذا تركنا بدون علاج ممكن يسوينا chronic ممكن يسوينا nasal poly جوائد لحمية وممكن يؤدي إلى post nasal discharge تطلع من nasal cavity تطلع من وراء post nasal discharge ولذلك إذا صار chronic يحتاج عملية drainage و ندخل من nasal cavity على الفتحة الساينس ونسحبه ومثل ما تعرفون بالاناتومي أخذنا أنه كل الساينس شنو الساينس اللي موجود عندنا frontal air sinus frontal air sinus ومكزيلary air sinus وسفينويد air sinus كل فتحات كلها بال nasal cavity كلها تدخل تمفتح بال nasal cavity لذلك لدرينيج مالها با gravity يعني normal ما عدا المكزيلary air sinus الفتحة مالتا بالأعلى لذلك بأعلى sinus مو أسفل الساينس مثل باقي الساينسات الفرونتال والفمويدر يكون أسفل الفتحة مالتا أسفل الساينس والذلك نشوف يعني ينملي بالسوائل وبالإنفكشن وبعدين يلا يطلع بال nasal cavity هاي وحدة من أنه ليش يصير chronic sinus يتأخر الساينس يتأخر بالمريب يأتي بعدين من تطلع ميوكو بيرولانت من nasal cavity يأتي الساينس يأتي المريب أو الساينسات عدنا فرنجايتس وعدنا تونسلايتس فأني أخبناها بالمحافرة الأولى اللي هي عبارة الفرنجايتس مراث فيرل وصمتايمز بكتيريا هذا واحد من يصير للتهاب بالبلعوم سور فروت حرقة صعوبة بالبلع مرات يصير سخونة كونجيكتبايتس حكا بالعين التونسلايتس هي مثل ما نعرفها اللارش تونسل وياها مرات يصير جراحة وياها تبخم الغداد اللنفاوية المريب يجيك ما يأشر على التونسل يقول لك دكتور الغداد اللنفاوية مالتي أو مورمة أو ملتهبة أو تندر يقدر يقول لي واحد شنو التيب of the lymph node زين اللymph node المسؤولة على درينيج of the tonsil يا lymph node lymphatic درينيج تبكروها lymphatic درينيج of the head and the neck زين والتونسل يا lymph node درين تقدر تجاوب ليه ذاكي السؤال أوكي ويا المجل رساينص يا lymph node ورح أعرف من جواب مالتك من ديزل الموفل والموفل رح أعرف انت قاري المحاضرة أو سامع الفيديو أو لا أوكي لأنه سؤال يصار عندك ورح أنبه للموفل أنه أكو أسئلة حتى تنتبه من تقرها تقول لي تقول لي تونسل زدرين با يال 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 في نوت زين أو تونسل هل لازم تقول لي آها أوكي شن المفل ما عالجنا تونسل سيصير بري تونسل عبارة عن خراج أو يسموه كوينزي تباوى على التونسل عبارة عن كتل من الخراج اللي موجود بها ممكن تأدي إلى أوتايتس ميديا التهاب النوص سكارلت فيبر نوع من الفيبر اللي بي وياها رش ممكن يأدي إلى التهاب حوظ الكلك لأمر لونفرايتس أو روماتيك هاردزيز إذا تبكرون من أخذنا روماتيك هاردزيز بالكارديوباسكولر قلنا أتيز بوست يجي بعد الكومبليكيشن بعد الزين بعد التونسل بعد الفارنجايتس أوكي ممكن يأدي واحدة من الكومبليكيشن لأروماتيك هاردزيز أو روماتيك هاردزيز أو وحدة من المباعفات أوكي تريتمينت مادام هو sometimes it is bacterial sometimes it is bacterial أوكي ممكن واحدة من المباعفات وحدة من لازم نطي هذه أنتباتك فانسلين وبعدة واحد اليرجي بنسلين نستحملها ريفرمايسين وهنا من الطي أموكسيل بالتونسلاتيس لأنه يطلع لدينا ساني وسمتم أعراض زي تشبه الجلاندولار هذه الجلاندولار فيبر أيضا يطلع في large tonsils وياها فيبر وياها هدك يطلعون خاصة من الطي بنسلين إلى والبالك بنفتعد عن الأموكسيل أو الأمبسلين بالتونسلاتيس حسنا لدينا كونفيوز يعني ما نقدر نطي أمبسلين مفروب يطلع لدينا نوب فيبر ويطلع لدينا يحرسلنا للتراكية فهذا يعتبرو أميرجنسي يعني نخاف من انسداد الأمبوب التنفسي لذلك أميرجنسي أميرجنسي والمريض يحتاج إلى حالة طارئة فلازم تسوي زيان وعدك الأميرجنسي انتوباشنز موجود يمك متوفر أخير شي هو النيمونيا النيمونيا أخبناها بالمحاضرة الأولى اللي هي النيمونيا تعريفها بالضبط هو يعني زيان بالكوفيد ناينتين الكوفيد ناينتين وحدة من وحدة من الكمليكيشن منها من الأحراب القوية هو النيمونيا زيان ويعتبر الألفيولاي المنطقة المناسبة زيان للكوفيد ناينتين منطقة رخوة منطقة بيها بلد سيبلاي هو يعني صالحة للنمو والعيش ولذلك هو زيان يروح إلى الألفيولاي ويستقر بها ويسوينا تايب أو بنيمونيا أقول ولذلك تايب أو بنيمونيا السايز ما للنيمونيا أو مقدار الدمج اللي يسوي الكوفيد ناينتين على الألفيولاي يعتمد على الدوز أنت أو على عدد الفيروس الكورونا فيروس اللي داخله إلى الرأة لذلك تشوف إذا أنت ما أخذ دوز عالي لوت دوز دوز عالي من الكوفيد ناينتين ورايحة ما استقرب الألفيولاي يسوي لك دمج زيان لمساحة واسعة من الألفيولاي لبالك من تأخذ من تأخذ سيتي سكان من يأخذون طبعا سيتي المفرس من يأخذون لأهل كوفيد ناينتين يقول لأ عددك 30% إصابة أو 20% طبعا هاي سوت نوع من الفزع الفزع ونوع من الخوف للمربع الكوفيد ناينتين وتعرف من الكوفيد ناينتين من يوصل للألفيولاي أحد أعراضه هو صعوبة بالتنفس المريض أبو الكوفيد ناينتين اللي صار بي واللي شايف مريض عده إصابة شديدة بالكوفيد ناينتين عده صيحة واحدة أو طلب واحد يهز شعورك ويهز كيانك هو المريض أبو الكوفيد ناينتين يقولك أريد هو يعني أريد تطيني هو لذلك يوفر لها الأوكسجين ويوفر لها كل شي في سبيل ليش لأنه الألفيولاي فقدت القابلية على الغاز اكسجينجز لذلك يشوف النيمونيا النيمونيا مهم علاجها لذلك تبدي أو سسبكت النيمونيا بالمريض رأسا يبدو له علاج حتى يتخلصون من الكوزز مالتا الكوزز بكتيريا مثلا ستروتوكوكال نيمونيا أو الكليبسييلا أو لغنويلا هسا نأخذها تايب أو بكتيريا صيبنا الألفيولا أو فيروس بعد الانفلونزا أو فنقايا طبعا النيمونيا تجي من مضاعفات الأبر أو اللور سبارت ممكن النيمونيا تصير واحد من عدة لغن كنسر كارسينوما و كوملكيشن يصير بها نيمونيا أو إذا استنشاق فالجزو أو جسم غريب ويروح يستقر بالألفيولا يسوينا أو تجينا هيماتوجين سبريد من أنفر أورغان تجينا من أنفر أورغان وبدو تستقر بالرأة أو دائرة انت تسوي انت تدخل تيوب خاصة بعمليات الجنر على السيزية هذا تيوب ببكتيريا سببنا النيمونيا طبعا النيمونيا أو النيمونيا يجيك فيفر يعني الفيفر لا لا تطاق ولا تحتمل تطيها أنواع الأنتبال بارتك أنواع العلاجات ما تنزل إذا ما تعالجها تشيل هاي الرشفة الموجودة الكاف يكون برودكتب تطلعوا بلغم صعوب وبالتنفس تشيس بين هدك مليز ماراتي طبعا النيمونيا شون شخصها بالتشيس أكس راي نشوف الوبر نيمونيا طيعتكم بالعملي زين طيعتكم بالعملي تشيس اكس راي زين بي هنيمونيا عبارة عن وباسيتي زين انفلتريتيد أو أفكتد لوبس كامل أو سيجمنت كامل اوكي فأمرات من السيبيوتم من البلغم إذا نلقى بي جرام ستينز وكالتشر زين نقدر نعرف نسوي لكالتشر السنساتيبتي هم نعرف نوع البكتيريا وهم نعرف الانتبايات اللي يشتغل عليها مادام انفكشن تتوقع انه يزداد الويت الويت سيلز الاميونيتي طبعا وبلات كالتشر مرات نحتاج حتى نشوف نوع البكتيريا اوكي التريتمت هادي طبعا انفكشن يحتاج الى وانتبايات قوي زين فور اكزامبل الامبريكال انتباياتك هو يستعمل يعني ما يشتغل لا عدك الفنسيلين ولا عدك لا يشتغلها الانتباياتك اللي تنخب فقط بالسبير انفكشن والجسم يستجابلها فور اكزامبل الليبوفلوكساسين سيفتراكسازون مرات وياها الاريفرومايسين ونقلل ونزود الانتباياتك according to the result of the culture and sensitivity supportive treatment طبعا الفيفار الألم نضي نضي ايضا علاج الدنت الاسبكت واحد يجاك عده نيمونيا وجاك يشكي من ألم بالسين يريد اكزو وهكذا نفس قاعدتنا كل الابر الابر رسبارتري سواء كانت انفلونزا او كانت نيمونيا نأجل الابر رسبارتري لانه ليش لانه اذا نتدخل ونعالج واحد عدة نيمونيا او واحد عدة انفلونزا راح نأدي الابر نزود السبري نفس القاعدة اللي بيدنا general anesthesia is absolutely contraindicated بالنيمونيا ابدا بالنيمونيا لانه ساعد على spread of infections عدنا type of pneumonia type of pneumonia لقو هاذا يسمو legionaire's diseases هاذا legionaire's pneumonia هاي special bacteria special bacteria تسبب نيمونيا هاي موجودة وين موجودة موجودة بالماء انتوا عندكم اجهزة تستعملون المي والهوى هاي تعيش وين تعيش بهاي الواتر فهذا ممكن استنشاق هذا اثناء التنظيف او اثناء استعمال ال هذا الهوى والماء اللي انتوا تستعملوه بالأسنان وهي موجودة بالواتر ممكن استنشاق هذا الواتر اللي يحتوي على الاغنو نير بكتيريا زين ممكن ويروح الى ويروح الى ال ويروح الى الانتر وهي نلقاه بالواتر اللي موجود لمدة طويلة بهاي الانابيب اللي تستعملوها وياهوى لذلك تنظيف السيستم before treatment وب minimize تنظيف من الماء اللي موجود لفترة طويلة ممكن يقلل لنا هذا type of pneumonia نفس العراف يطيها وهي تعيش بهذا ال 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 استنشاق الرضاء الرضاء مال الواترز استنشاق استنشاق مثل كوفيد 19 كوفيد 19 من يروح للسطومك تدمر لكن من يروح للرئة ينمو بها نفس الشي هاي تروح عن طريق استنشاق رضاء الماء وتسوينا نيمونيا هاي تقريبا إعادة وتركيز على بعض dental aspect احنا تعفو رح نركز على امراض معينة dental aspect مثلا رح نركز على الاسمة حابرة اللي تيجي او على tuberculosis زين ونقول نسوي نسوي كبر لكل ال respiratory disease اللي رح ناخذها واللي ممكن انت شوفها شكرا جزيلا واي استفسار آني موجود